مسلسل الاختيار 3 واصل توصيق حالة الأزمة والصراع اللي عانت منها البلاد على مدار سنة من حكم الجماعة الإرهابية وده اللي خلى في حالة من الغضب الشعبي وصلت لثورة 30 يونيو 2013 في الحلقة 21 من مسلسل الاختيار ظهر قائد عسكري وهو بيقدم تقديرات الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات وتحليل البيانات والمعلومات لمدير مكتب الرئيس مرسي لتسلمها للرئيس وقال أتمنى من السيد الرئيس أن يطلع عليها ويدرسها بحرص وبعد خروج القائد العسكري قام مدير مكتب مرسي بالاتصال بخيرة الشاطر وده بيين أن كل حاجة كانت بتوصل لخيرة الشاطر وأنه كان متحكم في الرئاسة في الفترة دي مسلسل الاختيار 3 دراما فريدة من نوعها بتتناول فترة عصيبة عاش المصريين في زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي المسلسل بيعرض وثائق ومقاطع فيديو حقيقية بتكشف الوضع المأساوي اللي عاشته مصره الفترة دي وسط سياق دراما بيتضم التسلسل الأحداث من تولي جماعة الحكم الحد الرحيل بالثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013 وتنولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 الكشف عن تدريب عناصر جماعة الإخوان على العنف في مراكز الشباب الحلقة 20 من مسلسل الاختيار كانت شهد التعاون الشيخ أحمد واحد من شيوخ سيناء مع ظابط المخابرات العامة في ضبط واحد من أخطر العناصر الإرهابية في سيناء وقال الشيخ أحمد للظابط الإرهابيين دول دخلوا على أهل سيناء والهمش مكان وسيناء وتضمنت الحلقة 19 تسريب للقياد الإخواني محمد مرسي وخيرة الشاطر نائب مرشد الإرهابية تضمن هجومه على عصام سلطان القياد بحزب الوسط الداعم للإخوان المحبوس على زمة أضايا إرهاب أما خالد الصوي في مسلسل الاختيار 3 فبيقوم بدور شخصية خيرة الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين المحزورة وظهر بطريقة وهيئة مقربة للشخصية الأساسية اللي بيجسدها خلال الأحداث واللي بيتحاكم قدام القضاء المصري لاتهامه في قضايا كثيرة منها زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية مسلسل الاختيار 3 القرار من تأليف هاني سرحان وإخراج بترميمي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصوي وصبري فواز وعبد العزيز مخيون وبيوسق المسلسل المصري الاختيار 3 اللي بيحظى بنسب مشاهدة عالية من خلال مشاهد وثائقية واقعية المخططات اللي كانت بتستهدف مصر خلال السنين اللي 3 أحداث يناير 2011 الاختيار 3 العمل الأضخم إنتاجا في الدراما المصرية وبيشهد مشاركة العديد من النجوم الكبار في البطولة بدءا من الجزء الأول اللي قام ببطولته أمير قرارة مع نجوم قاموا بأدوار شرف والجزء الثاني كان من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي موسيقى موسيقى